تعتبر صلاة الجماعة من المستحبات المؤكدة التي حث عليها الشارع المقدس فقد روي عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أنه قال أما الجماعة فإن صفوف أمتي كصفوف الملائكة والركعة في الجماعة 24 ركعة كل ركعة أحب إلى الله عز وجل من عبادة 40 سنة استحب الجماعة في جميع الفرائد ويتأكد الاستحباب في الصلوات اليومية ولاسيما في الصبح والإشاءين ويستثنى من ذلك صلاة الطواف وصلاة الآيات في غير الكسفين فإنه لم تثبت مشروعية الجماعة فيها وتكون صلاة الجماعة واجبة في صلوات محددة كصلاة الجمعة والعيدين شرط اجتماع شرائط الوجوب لا تشرع الجماعة لشيء من النوافل وتستثنى من ذلك صلاة الاستسقاء فإن الجماعة مشروعة فيها أقل عدد تنعقد به الجماعة اثنان أحدهما الإمام ولو كان المأموم امرأة أو صبية وأما في الجمعة وفي العيدين المشروط صحتهما بالجماعة فلا تنعقد إلا بخمسة من الرجال أحدهم الإمام يمكن بسهولة أداء صلاة الجماعة فهي عبارة عن مجموعة من الناس ينوون أن يصل خلف شخص له شروط محددة وشروط إمام الجماعة هي أولا البلوغ ثانيا العقل ثالثا طهارة المولد رابعا الإيمان بأن يكون شيعيا اثني عشرية خامسا العدالة سادسا الرجولة فلا يجوز للرجل أن يصلي خلف امرأة حيث لا تصح إمامة المرأة إلا للمرأة سابعا أن يكون الإمام صحيح القراءة ثامنا أن لا يكون ممن جرى عليه الحد الشرعي ملاحظة لا تجوز إمامة القاعد للقائم ويجوز العكس كما تجوز إمامة القاعد لمثله مر معنا أن من شروط إمام الجماعة أن يكون عادلة ويمكننا التحقق من عدالة الإمام من خلال ثلاثة أمور الأول العلم الناشئ من المعاشرة الشخصية والمعرفة المباشرة الثاني البينة بشهادة شخصين عادلين أنه شخص عادل الثالث حصن الظاهر والشياع المفيد للإطمئنان على أنه عادل لعقد صلاة الجماعة يجب مراعاة ضوابط وهي أولا أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل كالسطار أو الجدار ولا بين المأمومين أنفسهم ثانيا أن لا يكون مكان الإمام أعلى من مكان المأموم ولا بأس بأن يكون مكان المأموم أعلى من مكان الإمام ثالثا أن لا يكون هناك تباعد بين المأمومين أكثر من مقدار خطوة رابعا أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف بل أن يقف متأخرا عنه إلا إذا كان المأموم رجلا واحدا فإنه يجوز له الوقوف بجنب الإمام صيغة النية على سبيل المثال أصلي صلاة المغرب مأموما قربة إلى الله تعالى تنعقد الجماعة بنية المأموم للإئتمام ولو كان الإمام جاهلا بذلك غير ناو للإمامة بعد النية بمجرد أن يبدأ الإمام صلاته يمكن لجميع المأمومين أن يبدأ صلاتهم يتحمل الإمام عن المأموم قراءة الفاتحة والسورة وأثناء ذلك يكون المأموم مشغولا بالذكر أو السكوت أما باقي الأمور فعلى المأموم أن يقرأها بنفسه يجوز اقتداء من يصلي إحدى الصلوات اليومية بمن يصلي الأخرى وإن اختلفتا بالجهر والإخفات والأداء والقضاء والقصر والتمام فمثلا يمكن لك أن تصلي العصر خلف من يصلي الظهر كما يمكن لك أن تصلي قضاء العصر خلف من يصلي العشاء يمكن للمرأة أن تأم النساء الأخريات ولكن ينبغي لها أن تقف في نفس الصف معهن ولا تتقدم عليهم لا إشكال في حضور النساء للمشاركة في صلاة الجماعة على أن تقفنا خلف الرجال ولا داعي لوجود الساتر أما إذا وقفت إلى جانب الرجال فينبغي أن يكون هناك ساتر ترجمة نانسي قنقر